وزير وشؤوني الخارجية صبري بقدوم القرار الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول النزاع في الصحراء الغربية بالمهم جدا والمكسب الذي يواسسه لاستتباب الأمن والاستقرار شمال أفريقيا وقال بقدوم في تصرح لوكالة الأنباء الجزائرية إن المجلس قد خضى زمام المبادرة لمرافقة الأمام المتحدة في مصاري تسوية النزاع القائم في الصحراء الغربية وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد اعتمد يوم 18 من مارس الفارض بيانا ختميا بشأن الاجتماع رقم 984 الذي عقد يوم التاسع مارس الماضي حول قضية الصحراء الغربية طلب فيه كل من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة مع ضرورة وقف الأعمال القتالية